موسيقى بيغني واحد مطرب فرق كتير بين الأغنية الطرابية والأغنية الشعبية الخفيفة كل هادي إلى محسوبيات لكن الناس يعني كلهم احنا بس واحد يغني اسمه مطرب صاروا كلهم نقط بعض وانه هذا كل واحد قلو تسمي كل واحد قلو شكل مثل واحد مرة قال لي قال لي ايه نجوة مطربة كبيرة هاي غنى مع وديع الصافي يا حبيبي استاذ وديع اعظم ما غنى وديع اذا غنى ديور غنى بس مع فيروز وصباح شوف كيف غنى مع صباح بعز الشباب وعز العطاء هو صباح اللي هزوا الدنيا وفيروز ايضا يعني هاتريول ان كان مع فيروز او صباح لما غنى الاستاذ وديع مع نجوة اراد يعطيها قيمي لنجوة يعني من حق كل واحد لايكو غنى مع هذا اندرياس ما بعرف شو هو يعني اليوم مو شرط الانسان شرط نحنا اللي بيوصلنا شو منسمعه نجوة مطربة شعبية او مغنية شعبية هلا انا لاش انا ما لي عنده شيء ابدا انا بقول كلام فيه ضمير ما لي عنده شيء شو بقى انا بعرفها متشاكل معها لا لا نجوة فيها يتغني نصف ساعة ثلاثة اربعة ساعة ممكن انا اسمع هيك بعدين ما بقى هذا صوت نجوة بينما الغناء اللي بيفهم بالغناء بيغني اربع ساعات كلمة اتأخر بالمغناء كلمة جات صوته للديزل هذا هو اسمه المطرب اللي بيقنعك بالمد بالطول النفس بعدها بيحمى بعدها كل شوي شوي بيعطيك من عنده من العطاء اما فيه ناس بيتغني بالاول بعدين بيضعفوا شوي شوي بيصيروا بالعكس ما بعندون شيء هدول اسمه المغنون ما اسمه المطربين واليوم قلتلكون اللي لما بتسمع اغني بستوديو في كتير مطربات انا بسمعها بستوديو حلوة على اللايف ما بتسوى شيء فلذلك ما تزعلوا يعني دائما سبحان الله الحق ليش الناس تنفر منه والله انا بحب نجوة ممنوع حدا في الكون يقول غناء هي سيدة الغناء العربي يا حبيبي الكمال الى الله ما فيه مطرب ولا عنده هفوات وعنده سلتات وعنده طلعات لكن فيه تفاوض بيناتهم فيه درجات يعني انا ام كلسوم سيدة الغناء العربي نشزت بزمانه يمكن غنت مئات الحفلات ما تزدت لها بحفلتها شو هذا دمان محصول بينما فيه ناس قضى عمره كله نشاز وهلا نجوم ما بنا نذكرهم نجوم كله النشاز ما بيقف صوته على علامي وحتى بيفوت على الستوديو بلعبوله بالأتوتيون حتى يزبطوله صوته لكن الله بده يرزقه سبحانه وتعالى الله الرزاق هلا نجوة اول ما طلعت صديق سمرة حلوة صوت شعبي يعني غنت اغاني حلوة انا بتذكر انا جبت له كاسيت حكي معي اخي صديقي وسام الأمير هذا رفيق الدرب اول ما غنيته بعمري انا ويا غنينا باليونان بمطعم علي بابا وسام فنان موهوب صوت وحضور واخلاق وكان عامل لها ابن الخال ابن العم اغنية جميلة وما بعد شو بد روسيان التاني ملحن تاني يعني نجحوا معها اتنين واعطوها الحان كانت لبنانية حلوة بس اغنية شعبية يعني شعبية بتشوفها مثلا جو بدها تغني بتشوفها تطبر صبقة على المسرح اذا هاي اغنية شعبية ما في مش عيب قبل ساميرة توفيها الزيت الدنيا انا بذكر اللي درج الطبول في وجود الارض ساميرة توفيه لكن امتازت ساميرة بشخصية مميزة مستقلة صارت الناس قلتها باللون البدوي رغم هي مانا بدوي من عائلة معروفة بات كريمونة والعائلات الراقي حتى الست ساميرة انساني راقي كمان زرناها في بيتها في بيروت يعني الموضوع كله اللي عم نقوله انت عندك هذا اللون او انت وجدت نفسك في هذا اللون انت وجدت نفسك خي انا نجحت في هاللون ممكن انا بغني طرب ما بضي غني طرب انا صار لوني هيك ما بعرف انا ممكن انت تغني طرب ما بعرف ممكن تغني بس انا اللي وصل لي وسمعته لتلكن ست نجوة بزمانها عملت اغني شمس الغني وملقبت بها الاسم يعني هلأ انا اذا قالوا والله نجوة شمس الغني بيطلع تاني يوم واحدة بتطلع قمر الغني بيطلع بواحد بكرة عطارد الغني بيطلع واحد والله يعني ما عليش هلأ اذا صارت سميناها شمس الغني صارت شمس الغني نجوة صبية حلوة سمرة لها لون بالغناء شعبي خفيف بيسلي اسمه غناء شعبي هذا ليس له علاقة بالطراب هذا الغناء الشعبي مطلوب اغلب المغنون شعبيين يعني من موته بس هاي لونه شخصيته انه هذا بيغني شعبي هذا بيغني طراب رغم هذا الزمن مو للطراب منضل من عيده ومنحكي هذا الزمن قد ما فيك نقي كلمة ما الا معنى كلمة بزيئة لحن ما فيه موسيقى وخبط ونزل فتل بالشارع وطلع رقص فوق الشجرة أو بتشوف شيء يعني فيه جنون في العالم فيه جنون فيه جنون ما عمي قبله العقل يا جماعة ما عمي قبله العقل لما كنا نحضر مسرحيات فيروز وصباحي قشعر بدنا كيف الرحابني كيف روميو لحود كيف لبنان فيه صناعة فنية عظيمة كيف بيغني وديع كيف بيغني نصري هذا تراث لبنان العظيم هذا تراث لبنان ورغم ذلك ما قلنا أنه نجوة لا لا نجوة كمان مطربة على أدة إلى رسمي على أدة اسم الأغنية الشعبية ونجحت فيها والله يوفق بيفكروا العالم نحن قلنا غاية مع جذب لا نحن عم نحكي لنالكن النقض البناء أو عم نحكي على آليط الطراب أو كل واحد حكينا عن عمرو دياب عمرو دياب مشهور قد نجوة مليار مرة هل هو مطرئ ما هو مطرئ لكن راغب راغب ملك لهلأ ملك أكتر شي بيجيب مشاهدات خارب الدنيا الغنيب تجنن تصوير الفيديو تبعه يجنن بس هو مطرئب ليس مطرئ عبد الحليم صوته صغير أد راغب بس عبد الحليم مطرئ لأنه عبد الحليم أستذي في الموسيقى وعراق مع عبد الوهاب ومع بليغ ومع الموجي مع هالعظماء صار يصنعوا له من المازورة شيء يعني هذا اسمه النغم المكسف اللي كان يستخدمه في ليمون مع السيد فيروز هذا هو العطاء هذا هو اسمه الطراب رغم أنه في المقاييس قديمة المطرب غير المطرب بده يكون يحمل صوت بيجيب جواب الجواب ما أنا كتير بشجع على هذا المعنى لا في ناس كتير عزماء وأصوات صغيرة وعزماء فيروز صوت صغير عظيم نجاة صوت صغير عظيم إذن نجوة مغني أو مطربي شعبي صوته جاي مع يعني مع كسمة حلوة مناجحة ما يزعله هلا بيقولوا لك رجعي راضينا ما عمراضي أنا عم يحكي ضميري بس ما تقوله لي وغنت مع وديع الصافي يا خي لما غنت مع وديع جابولة وديع كان رح يوقع وديع هون ما يغني وديع هون ما يغني وديع ومع فيروس سهرة حب ما يغني أو مع صباح الله معك يا زنباء بالفيش فرقه وبيجوا بعض الناس بيقول لك يا أخي لحل ملحم لو ما أنا مطربي يا حبيبي ملحم لحن لفارس كرة هلا إذا بدي حط صوت مقارنة بين نجوة وفارس نجوة بتسو مليون فارس النجوة بتغني صح قد فارس مليون مرة فارس مغنى لحن ملحم بستوديو عزل لنالكم إياها بالحلقة عاصي نجم النجوم ما سمعت تقول له مرة كما الغني إلا ما بخاطركم وهلا يكون نجم النجوم الناس حاببته طيب أنتوا تسمعوا شوفوا شو عم نسوي هالمطربي وشكي بيغني هالمطربي هون منشوف المسيقار ملحم طيب أول شي نجوة بين بلده ونجحت ونحبت جمايريا من حقه لحلة بس شو بلحلة يجي بيعطيها على قط صوته بيعرف وان لمع صوته وان حبيت الناس لأنه ملحم مسيقار وفنان مبتكر مانو سهل ملحم بركات كان ملحم بيطلع يعني لما عطى غصان صليبة ما نعرف غصان من ملحم لأنه غصان يملك صوت جميل جدا 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 واليوم مرة كمان أنا حكيت على صناعة النجم يا جماعة أنا إذا بدي حط صوت غصان صليبة أنا عندي أدي في أصوات لبنان كله حلو أجمل صوت بعد وديع الصافي غصان صليبة رغم أنه العظيم وديع كان عنده مروان محفوظ وفي سمير يزبك عدا أنه نصري كان مقابيل مين؟ مقابيل وديع طبعا وديع معجزة الله من كتر ما فيه طراوي من كتر ما فيه صنعة بصوته من كتر ما فيه فهم من كتر ما بيحيك هذا معجزة الله هذا يعني مثله مثل عبد الوهاب مثل فريد بالدماغ الموسيقى طبعا هو إذا ما عملوا بلحنه وعملوا بصوته رغم عنده ألحام بتعقه لكن اليوم مش شرط أنت يكون صوتك حلوة تكون نجم النجوم لا لا في كتير ناس لا يساوي شيء إذا اليوم بنا نتحاسب على هذا الزمن هلا 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 نحن عام 2021 كل المطربين صفر إذن نجوة مطربة حلوة على أدى على شخصيتها ما بتتقارن مع فيروز ولا مع صباح وإذا بتغني مليار سنين ما صعب تتقارن ولا مع نجات ولا مع فايزة ولا مع أسماهان ولا مع عمكلسوهم تبه رغم أنه قلتلكم دائما ما فيش مقارنات بس ما فيهم بالمرة خالص يا بشو بدي حط هدوليك اختصاصهم الطراب وكل واحد شيء نجوة إلى لون تعمل هالموالة البلدي المعروف الله يوفى حلوة أنتو كمان الأحلى لأنه عم تتعذبوا معنا أرجو كل الرجاء ما حدا يزعل لأنه والله العظيم الحق لا يخلق الله أجمل منه الحق متمثل بالله والحق جارح أي واحد إذا بتقل له إلا ما يكون بقى الله رابع له بتحكي معه الحقيقة بيزعل منه واحد بيكون غلطان يقول له الحقيقة بيزعل منها سانده على غلطه بكيف هذا هو اللي خرب مجتمعاتنا أنا أنت لكم إذا بموت ما بيحكي غير الحق الحق بيوصلني إلى الله أنا ما لي عند حدا شيء بعدين أنا ويني منها أقول نجو أنا قاعد بالبيت مسكين فمعقولي قارن حالي فيها أو محسدها لا عن الله الحاسدين أنا عم أحكي حقيقة لما أنت عم تطلب هذا الصوت مطرب هذا الصوت معلم هذا الصوت كذا هذا الصوت كذا هذا الصوت كذا يعني لما بتشوف أنت والله طيب الله سبحانه وتعاله خلق هالكون يا خي لاش واحد سوبر ملياردير واحد سوبر شحادي تعميموا كلنا مخلوقات في شيء بقى هذا له ثقافة ولدراسة ولا يعلمه إلى الله والرأس يخون في الإعلم والأصوات هيك والغناء هيك والحياة كلها هيك بس نجوة فناني موجودة موجودة غصبا عني وعنك بس هي مطربة لا قل لي الوديع جورج وصوف مطرب قل لك نعم هو عم يحكي بيطربني في عنده صنع في عنده شيء من الله سبحانه وتعالى إذن حبيبي شكرا لإصغائكم واللي عم يطلبوا مننا الحلقات كمان متشكرون نبعط له بطاقة حب لنجوة من شان ما تزعل نجوة لها لون خاص ما حدا فيه ينكروا الله يوفقه ويهدينا جميعا إلى صيرات المستقيم وشكرا يا حبيبي شكرا